بيسان إسماعيل تدافع عن موفلوكس شاهدوا المزيد من التفاصيل بعد تداول العديد من الأخبار حول أن اليوتيوبر موفلوكس يكذب بخصوص عنوين فيديوهاته وأنه لا يقدم الجوائز التي يعلن عنها فأطلت اليوتيوبر بيسان إسماعيل مؤخرا عبر آخر فيديو قام بنشره أن سشايب على قناته مؤكدة على أنها بالفعل استلمت السيارة التي أهداها لها موفلوكس حيث ظهرت من خلال فيديو أنس بنفس السيارة التي أهداها لها موفلوكس من خلال فيديو قام بنشره على قناته في حين أن موفلوكس في مقابلة له مع نورمار أكد أنه لا يقوم بإعثاء نفس المبلغ الذي يوجد في عنوين فيديوهاته لكنه يقوم بإعطاء النصف من جهة أخرى فعلاقة موفلوكس ونريني بيوتيل حد الآن غامضة فالاثنين لا يقومان بالتفاعل على منشورات بعدهم على الإنستجرام وأيضا اختفوا عن الظهور معا في السوشيل ميديا بما أثر إشاعات كثيرة حول وجود خلافات بينهم وأيضا من جانب آخر فإخوان نريني بيوتيل دائما يقومون بالتفاعل على منشورات موفلوكس شو رأيكم بخصوص هذا الخبر هذا والله حباب القلب كيف العارش الأخباري سيتمساكم يا رب طبعا الحباب القلب أهل الضفة وهي الغزة جايبين لكم اليوم مفاجأة والله العظيم رح تنبسوا منها باعتذر لمتابعيني باقي الدول حبابي بس هاي المفاجأة بتخص أهل فلسطين كل سنة بصير عندكم لعبة دولاب الحظ أكد كلكم بفلسطيني بتعرفوها بس هاي السنة أنا الوجه الإعلامي لا دولاب الحظ صلى على الليبن وما صلى سيد محمد شو الجوازي الموجود في دولاب الحظ ركزه معي موجود سيارات هنداي 2022 وموجود رحلة شخصين على شرم الشيخ تذاكر لكأس العالم في قطر ووجود كمان سيارات ذهب ملان كثير دولارات كاش وعدت جوازي كثير حبابي وهسا حبابي رح أشرح لكم بطريقة كثير حلو وسريعة إنكم تربحوا كل ياتكم رح تربحوا نزلت فيديو ريل على صفحتي وشاركت في دولاب الحظ علمتكم كيف تشتركوا في